بالتأكيد لننسى ما فات نركز على مباراتنا أمام المنتخب المصري الشقيق على الورق هم أفضل مننا أحسن مننا أكمل مننا وإن كان عندهم ناقص صفوف عندهم ناقص إحجازي أحمد إحجازي قلب الدفاع وعندهم أيمن أشرف لاعب خط الوسط ثقتنا بلعبتنا كبيرة إحنا الآن نفسياتنا ارتاحت معنوياتنا ارتفعت أعتقد لازم نركز لازم يكون ذهن صافي للمباراة نمشي أول ربع ساعة ثابتين ونمشي حقنا على الأرض بطريقة ممتازة يجب أن نلعب بطريقة متوازنة يجب أن يكون دفاعنا بالشق الدفاعي الكامل للفريق يبدأ بتأمين كامل لمنطقة العمق من نصف ملعبنا لا نبالغ في الدفاع يجب أن نخرج من منطقتنا بسلاسة بأسلوب مريح بمجموعة من التمريرات يجب أن نهاجم يجب أن نلعب بالتشكيلة التي تضمن وجودنا باستمرار من خلال الهجوم المرتد المنظم في الثلث الأخير من ملعب الأشقاء المصريين نعرف أنهم لاعبين مهاريين لكن يجب أن نسحبهم لللاعب كيفما نريد نحن وليس كما يريدونهم وبالتالي السيطرة على منطقة خط الوسط تحييدهم في هذه المنطقة الهامة الاهتمام بالمواقف الثابتة لأنه ممكن نستثمرها بصورة جيدة يجب أن ننظر للأمام يجب أن نكون بروح قتالية يجب أن يلعب كل لاعب عن ثلاثة لاعبين ما ضل فيها إلا هذه الفرصة يامن نكون في الدور نصف النهائي يامن نودع فرصة تاريخية خاصة وأن لنا على المنطقة المصري بغض النظر عن مستوى آخر مباراة كانت مباراة ودية في مصر فزنا بهدف مقابل لشيء هذه كرة قدم مليئة بالمفاجآت لعبة احتمالات فيها الربح والخسارة أمور واردة نظام الكؤوس تطلب مننا أن نقاتل من أول لحظة بضرورة التركيز بضرورة الوجود بزيادة عددية دوما في مكان تواجد الكرة خلينا أولا نحط بعض النقاط على الحروف هذا المنتخب وغيره من منتخباتنا الرياضية هو منتخبنا والأردن هذا وطننا هذول اللاعبين أبنائنا ويجب دائما أن نكون خلفهم في الصراء وفي الضراء أكيد في الرياضة الأردنية بشكل عام بكرة القدم بشكل خاص في عقبات وفي صعوبات وفي كبوات لأنه بصراحة في الأردن لسه ما وصلنا إلى المرحلة القصوى من النجاعة الرياضية خاصة على مستوى النتائج المباراة القادمة أما المنتخب المصري صعبة بكل ظروفها المعطيات تبدو معقدة نوعا ما نحن نلعب مع واحد من أفضل المنتخبات في البطولة والمرشح للفوز بلقبها ظروف دور المجموعات جعلت الشارع الرياضي الأردني يقع في حيرة هل منتخبنا جيد أم هو سيء هل الخيارات مناسبة أم ما زلنا بحاجة إلى مزيدنا الوقت حتى الصحافة المصرية في الأيام القليل الماضية كانت تتحدث إما بدبلوماسية أو بواقعية بأنه نعم على الرغم مما قدموا المنتخب الأردني في الدور الأول لكن ظروف مباريات خروج المغلوب لها حساباتها الخاصة وهذا لا يعني وأن تكون المباراة سهلة على المنتخب المصري إذا تحدثنا في إطار واقعي نعم المباراة صعبة المنتخب المصري يتفوق تاريخيا ويتفوق بالعناصر وبالخبرة وبالإمكانيات بتواجده الأخير في بطولة كأس العالم في روسيا ونحن ما زلنا بحاجة إلى المزيد من العمل لكن إذا كان هناك عقلانية في التعامل ودراسة للموقف وما يقدم المنتخب المصري في دول المجموعات أعتقد أنه من الممكن أن نخرج بصورة طيبة أولا وأن نبحث عن التأهل المشروط لما ذلك تلعب مع المنتخب المصري يجب أن يكون تأهلك مشروط وف 1-2-3-4 في أعلى كرة القدم نتمنى أن يكون منتخبنا الوطني له الحضوظ في التأهل والفوز على المنتخب المصري لكن واقعيا وعلى أرض الملعب لكن هناك تختلف الأمور بالنسبة للمنتخب الأردن والمنتخب المصري الإمكانيات واضحة جدا منتخبنا عنده إصابات نتمنى أن يخرج من هذه المباراة منتصرا لكن واقعيا المنتخب المصري هو الأفضل حاليا في أرضية الملعب لاعبين الأندي دائما فيه تجانس أكثر فيه تفاهم أكثر لاعبين المنتخبات دائما في آخر فترة يعني بيصير استقطاب اللاعبين في اللحظات الأخيرة طبعا اللاعبين أغلبهم محترفين بخافوا أنه الإصابات وطبعا فكر المدرب معنادي لملعب موسم كامل بيكون هناك فيه تجانس لكن عندنا تغيير معدة مدربين فهناك طبعا عدم التفاهم عدم القدرة يعني مدرب بيأتي من برا البلد بعمل تشكيله في لاعبين طبعا تم استدعاهم متأخر بالرغم كانوا هم الأفضل